اذا نكملين معكم بقضيتنا اليوم عم نتحدث عن ارتفاع اقصاد المدارس الخاصة وتحدثنا بالجزء الاول عن تقسيم والفئات اللي ممكن تلجأ لها او نصنفها لكل مدرسة لكن كان التوجه هل هذا القصد المرتفع يوازي زيادة بالخدمات او زيادة حتى في رواتب واجور المعلمين نرجع من رحب بضيوفنا استاذ مندر السوراني نقيب اصحاب المدارس الخاصة وايضا تالا ايوب الصحفية اللي قدمتي مادة متعلقة حول ارتفاع الاقصاد وايضا من نوه انه رح نقرأ مجموعة من التعليقات ايضا من رحب بمدخلاتكم باتصالات مباشرة على الهواب تالا خلينا نتحدث عن هجرة طلابية وهي صارت ظاهرة عم نشوف يعني عدد كتير كبير بوصل للألاف من الطلاب عم نتقلوا من مدارس خاصة لا مدارس خاصة باقصات اقل او مدارس حكومية حتينا قديش هذا الموضوع صار منتشر وشو عم بيكون التوجه الرئيسي ليش عم بهجروا او ليش عم بغيروا مدارس هلأ نشوفه في عدة اسباب هلأ ارتفاع الاقصاد المدرسية مش بس السبب الوحيد ولكنه هو السبب الرئيسي في هذا الاشي هلأ لما كتير اهالي بلاقوها صعب انه ينقلوا من مدرسة قصتها عالي لمدرسة قصتها اقل نعم بلاقوها صعب ما بدهم يعرضوا نفسية ولادهم للمتاعب للهي لانهم تعرف في بيئة تعليمية جديدة عندك معلمين جداد عندهم بدهم يكونوا صداقات جديدة وهذا الاشي بأثر على نفسيتهم من ناحية التربوية ومن ناحية نفسية ومع ذلك ممكن ينقلوا وصار في عنا هجرات هلأ من المدارس الخاصة للمدارس الحكومية وهلأ هجرات كبيرة احنا في هذه المرحلة احنا ما منحل مشاكل عند المدارس الخاصة وانما احنا منرحل المشكلة للمدارس الحكومية فولا المدارس الحكومية هي مو ناقصها اصلا مشاكل مو ناقصها عندها اكتظاد كبير بعدد الطلاب وعندها اقصاصها هي في غينة انه تيجي مشاكل اضافية عليها طبعا احنا نعرف ان المدارس الحكومية يعني عم بتواجه تحديات كتير كبيرة من اللجوء اللي واستأثار على الاردن فعم كتير يعني عم بيحط عليهم مسئولية وشغل كتير كبير لحتى يواكبوا اكتظاد الغرف الصفية بالرغم من المساعدات ولا مرة كانت عم بتكون كافية بالسنين الماضية لانه يرجع القطاع المدارس الحكومية يكون قادر يقدم حسب التطورات نتيجة الضغوط اللي جاي هي من اللاجئين للاردن ولكن منيجي بنرجع حضرتك استاذ مندر عندك رأي خاص بالنسبة لتصنيف المدارس فيه عم بتقول انه شيء ممكن يفيد كتير المدارس لصغيرة وممكن يسبب ممكن يكون زي منقول نزاع ولكن احنا هذا التصنيف على المعايير اللي عم باعتمدها تصنيف المدارس الخاصة شو المعايير؟ يعني هو نحكي بالتصنيف انه المشروع هذا قائم من الفين الفين وثماني هذا المشروع يعني زمن معالي الدكتور خالد طوقان وترحل لي حتى وصلنا الى عام الفين وسبعة عشر وكلف وزير التروي التعليم لجنة وارسل بها خطاب الى الدكتور طلال ابو غزالي وشكلت لجنة برئاسة معالي السيد امين محمود والنخبة يعني من اكاديميين ومن اصحاب الرؤى واصحاب الفكر في غطاعة التعليم الخاص واجتمعنا الهدف من التصنيف انه بدنا نركز على قضية جودة وتميز جودة في التعليم وتميز في التعليم صادفتنا مشكلة مدام عنا ستين لخمس وستين مدرسة خاصة خارج التصنيف شو الحل تباحها؟ طرحنا رؤية من ثلاثة اربع ايام نصنف المدارس الكبيرة ونصنف المدارس الصغيرة لان في مدارس صغيرة قد تكون منضبطة في الاداء نعم تتقيد بالتعليمات الغرفة الصفية عندها قد تكون نموذجية العطاءها جيد لما لا تحصل على فئة معينة اللي ما عندها يعني بنية تحتية زي المدرسة الأخرى مش بالحمل مش بالحيطان والبنومات الوضع من التنسيق ما بين المدارس الوسط الكبيرة والمدارس الصغيرة حتى نجعل لها حافز طبعا هذا بده يكون ضمن معايير كل معيار له عنوان كل معيار له التفاصيل نعم يعني مثلا ممكن مدرسة خاصة يكون عندها مدرج مسرح ومدرسة خاصة عندها مسرح بس هذا بس عمتين وهذا بس علف لاحظت كيف حتى تطلع في معايير دقيقة لا نظم أحد بنشتغل على هذا المشروع أعتقد هذا المشروع إذا خلى من أي أمر مالي بنجح إذا تدخل المال فيه أعتقد أنه بده يربط أنا يمكن هون بقول أنه إحنا عملنا من صنف المدارس المدارس ليست فنادق يعني هي ليست رفاهية أنا هون بهمني تعليم الطالب نفسية الطالب شخصية الطالب أكتر شيء فشو المعايير اللي بتاخد بعين الاعتبار مخرجات التعليم يعني بأعتقد الناس بتحضم قلبها عولاتها بتستنى شخصية ومخرجات تعليم هل هناك معايير بتطلع لمخرجات تعليم اللي بطلع من الرابع ابتدائي من هاي المدرسة وهاي المدرسة وهاي المدرسة شو هو هذا المعيار؟ البيئة مثلا البيئة السلوكية الآمنة موجودة في كتابة مدرسة خاصة مثال يعني المسابح وهذا يقوله ثمن مدام أنا بدفع قسط الآن ما يعادل سبعة ثمن آلاف دينار إذن أنا بدي مقابله نعم هلا إذا توفر هذا مش هنأعطيك أنا الفئة اللي بتناسبك هلا فيه فوارق كثيرة مساحة الأرض تختلف الإدارات تختلف عدد الطلاب يختلف مثلا البرامج تختلف المناهج تختلف القدرة على العطاء بيختلف فعنا احنا مدارس كبيرة نعم يعني مميزة يعني في كل شيء أصحيح مميزة إحنا كل تركيزنا الآن إنه مدام هاي المدارس تدخل ضمن معايير محددة هناك قطع من المدارس الخاصة بديدخل ضمن معايير أخرى نعم حتى نعمل يعني واضح ما بعرف إذا الكلمة صحيح كوردينيت أو نعمل تناسق توافق نعم طب أستاذ وندر إحنا رح ننتقل للاتصالات لكن إحنا برضو دورنا نوصل صوت الشارع والناس شو عم تحكي بالآخر يمكن الأشخاص أو الأهالي ما رح يهمهم التصنيف بهمهم قدي بدو يدفع بهمهم شو رح يطلع من ابنه في المستقبل بوضوح وبصراحة أنت مواطن من المواطنين الأردنيين وأنت أيضا يعني لسان حال العديد من الأشخاص والإنكار ما بيوصلنا لحل وتفاهم هل تشعر أنه في ارتفاع غير مبرر للأقصاد في بعض المدارس برضو بناش نرجع نعمل في بعض المدارس الخاصة هل هناك زيادة وقصد غير مبرر؟ فيه لا أعترض على هذا الكلام فيه لكن الجهة المسؤولة عن هذا الحك هي وزارة التربية والتعليم فنظام التأسيس وضع البند أن لا ترتفع الأقصاد أثناء العام الدراسي متفاق عليه هل في نهاية العام الدراسي اتفاق يريد الطرفين أنا بيذهب على مدرسة الطلب مني أقبل ألف يا بقول له آه يا بقول له لا هذا اتفاق لأنه سيقدم له شيء مميز لكن هذه زيادة الخمسة في المئة يجب أن يكون لها مبررات شو هي؟ ارتفاع الرواتي مبرر للزيادة نسب الضمان مبرر للزيادة ارتفاع الضريبة التي هي تدريجية مبرر هناك مبررات رسمية قد تسمح بها الوزارة رح نعطي مجال للاتصالات معنا جنيت فرحات صباح الخير صباح الخير فضلي جنيت فضلي بس أنا بدي أشكركم على هالموضوع لأنه كتير مهم أغلبك بس جنيت تعلي صوتك عشان يسمعوك يتضيف مكرا بدي أتشكركم على هالموضوع المهم شكرا وعند مداخلة بسيطة بالنسبة للمدهس الخاصة هلأ بالنسبة للاقصاد يعني هلأ أنت لما تيجي تطلع على الخدمات المقدمة من المدهس الخاصة هي خدمات توازي القز حتى ممكن مرات مدارس خاصة بتشوفي أنه القز هو قليل أنت لما بتطلبي أنت كوليد أمر بتطلبي معلمين ذو خبرة بتطلبي رؤساء أقسام بتطلبي مدير عنده خبرة بمدارس خاصة هذا كل ياتب يترتب أنه إبريك بيطلع طالب أكاديمي نعم هذا كله بيشاره شكرا إذا ما تكير إشنا دائما نشكي أنه المدارس الخاصة بتأخذ كتير مصاري والله بتأخذ كتير مصاري حتى الأهل شكرا جنيت وصلت النقطة شكرا إليك يعني مزبوط جنيت بتقول أنه في معاشات وفي تخصصات والمصاري عم بتروح بالاتجاه اللي بالفعل يعني ممكن يعطي بيئة صحية يعني إحنا ما مندنا ننكر فضل المدارس الخاصة بتربية أجيال وأكيد أنه يعني فيئة هادور كتير كبير بالتعليم بالأردن وهو أكيد يعني ما منقدر ننكره ولكن مرات يجب أن يكون باعتقد أنا معايير بتشوف مخرجات التعليم من هاي المدارس أهم من معايير على أكم من دنم وأدي كبر المسرح وشدي كور المحطوط أدي حق الإيماش اللي نحط عليه الكرسي بس شو عم بطلع عندي أنا مخرجات لأنه ما عم منصنف فنادق شوف مخرجاتنا مميزة صحيح لو قارنت المدارس الخاصة في الأردن مع الدول العربية المحيطة إحنا من أفضل المدارس من حيث العطاء والتدريس والبنية التحدية والباسات نحكي على الباسات إحنا ما في واحد صاحب مدرسة خاصة بيشتغل ضد مصلحته الكل يسعى إلى التطوير لكن هنالك معوقات نعم إجراءات الحكومة تحد أحيانا أو تحبط عندما يسموه ظلم القانون بيؤدي إلى التمرد نعم ففيه إنا إحنا فجوة الآن الإشكالية لا توجد الآن سياسة ثابتة للتعليم الخاص أنا بحكيها على العلم نعم يوم تكون هناك سياسة ثابتة للتعليم الخاص لأن الوزارة متفهمة لكل قضايا المدارس الخاصة ومشاكلها لكن الخلل من ينفذ هذه التعليمات والأنظمة هم اللي بربكوا الوزارة بربكوا القطاعنا إحنا هذا القطاع يجب أن نحافظ عليه سواء بقيت أنا فيه أو غادرته هذا القطاع مهم لأنه مشروع وطن رديب للدولة بيشتغل في المليارات الآن في خبر بيقول أنه وزير التربية والتعليم يفتح ستمائة مدرسة خلال الأعوام القادمة إحنا لو فتحنا في العام الواحد مئة مدرسة لا يمكن أن نصل لمبتغانا لأنه في عنا نمو سكاني طبعا وفي عنا وافدين لهم أبناء بيجوا على الطريق يعني الواحد بدخل هو زوجته بعد السنتين بيلاقي عنده طفلين نعم فإحنا الأردن يعني يعني يحوى كل هذه الفئات ونقدم خلمة خدمة في قطاع التعليم الخاص خدمة تعليمية مميزة هذا القطاع يجب أن نحافظ عليه ولم نخسره تمام فعل اللي طرحنا بالحلقة إجابات كافية وشو المقترحات النهائية أحمد صباح الخير بسال صباحكم تفضل لأم أحمد سريعا إذا تسمح الله يسعدك حدوتي ما علش أنا مش أطور عليكم بس بدي أحكي بالنسبة من موضوع الرواتب الحد الأدنى من الرواتب لا لا يعرف أن يوادي أن نسبة متناسب بين مثلا إحنا كروضة أو كمدرسة صغيرة إنه ذلك روضة صغيرة أو المدرسة صغيرة زي المدرسة الكبيرة بمثالباتها بمصاريفها كعضب طلاب يعني يدون تناسب بين الحسم وبين عدد الطلاب يعني مثلا عضب طلاب مثلا 30-40 صفل بروضة غير من المدرسة اللي يكون مثلا بالميات يعني إحنا كمصاريفنا مثلا بيخلونا إياها مصاريفنا كروضات مدارسة كبيرة تريد يكون في نسبة تناسب بين هذا الإبعادة بالطلاب بالمساحة بعض الصفوف بالمساحة يكونش بذيذ علينا زينا زي المدارسة بتاخد عفوا بالألام نحن كروضة صغيرة بناخد مثلا الأقصاد مبلغ بقى بسيط يعني حسب المنطقة كمان بالمناطق مثلا الشعبية بأقصاد بسيطة بسعم تجيذوا علينا زينا زينا بالمناطق الراغة مدارسة كبيرة يعني الزيادة ما عدت ناسة يعني حضرتك عندك مدرسة خاصة أنا عندي روضة والله آه روضة روضة عددنا أليل ومنطقة شعبية فبزيدوا علينا الروادق وبزيدوا علينا الضمان وكله تنزل علينا زينا زي المدارس اللي بخلو بالألام وصلت النقطة شكرا أم أحمد وتفعل توصل كمان رسالتك للمعنيين تالى في الختام رح نسمع عمين كمان أستاذ مندر هل تشعري أنه من خلال وجهات النظر المختلفة اللي تريحات إحنا قريبين من إيجاد حل هل موضوع تصنيف المدارس رح يكون أحد الحلول اللي بتوصل بالآخر الأهل لبر الأمام كما يتعلق بالأقصاد هلأ يعني هذا الإشي اللي إحنا بنطمح له أصلا وإحنا هذا الإشي اللي بدنا إياه بس هلأ هو أكتر إنه هو رجاء إن الواحد إنهم يدروا باقي يعني يخطي بعيني الاعتبار ظروف الإقصادية الصعبة على الأهالي عرفتي كيف لأنه مش كل حدا بيحط ولاده مدارس خاصة هو بيكون مقدر ماديا في كثير ناس داينة كثير ناس عملة جمعيات حتى إنها هي تحط ولادها في المدارس الخاصة أعتقد إذا فيه حلول أو فيه اقتراحات ممكن يكون عند السنازنة نحن يعني ثانية ما ضل عند الحل بس لا يرضي الدولة لا يرضي الدولة لأن التعليم مجاني ومفروض ولي الأمر يطالب الدولة بيدفع أقصاته إذا ننقذها إحنا بهذا المنطق إن شاء الله ننقذ لها هذا قطاع خاص هذا بدخيله ومصاريفه بدأت تتناسب لأنه هذا يعني عندنا مثلا يعني بحدود حوالي خمسين ألف موظف أكيد عندنا مثلا نصف مليون طالب عندنا كل شيء إحنا بالختام أكيد ما بيرضينا حتى إنه نعمم ونحكي إنه المدارس خاصة هي مدارس تجارية لكن على أمل إنه بالفعل يكون في عنا مراعى لما دخول المواطنة شكرا لحضوركم وضيفا كرام كل واحد فاترته على الحكومة لا ونتأمل يكون المعايير أكتر بمخرجات التعليم من الأمور المادية يكون لها وزن أكتر مخرجات التعليم للطلاب هي معايير قدر شيء بطلع تصنيف مميز خلينا نسمع إذن لازم نستضيفك نعرف المعايير الجديدة لتصنيف المدارس شكرا لوجودكم معنا أهلا وسهلا فيكم